وهذا أمر لا يستشعره أصحاب الأرواح الجافة لأن الأرواح إذا اتصلت بمصدر واحد فإن الواحد يجمعهم على وحدانية العقيدة ووحدة الأمة العقيدة التوحيد ووحدة الأمة وأن هذه أمة تكون أمة واحدة فاجتمعوا فقالوا هذا خطر لابد من البحث عن سبول كيفية التخلص منه فبدأ صناديد قريش يدلون بآرائهم فقال أحدهم نرى أن ننفيه من مكة فيتدخل سوراقة الشيطان في صورة سوراقة فيقول لا ألا ترون إلى عذوبة لسانه ألا ترون أنه إنما ينساب على لسانه مثل السحر يفرق بين الرجل وزوجه ويجمع بين البعيد والبعيد إنكم إن تركتموا يخرجوا من مكة فأنتم تغامرون بمسألة لا قبل لكم بها ستجدونه في يوم أيام قد جمع قوما وجيشا عرم رما ويأتيكم ليغزوكم في مكة كانوا يعرفون هذا الأمر يعرفون أن هذا الدين ينساب إلى القلوب سياب الماء إلى الحناجر الضمآن لأنه هو إن شاء الله الدين دي ربي يلائم فطرة الإنسان ما يقدروا شيء يواجهه لا يستطيع حدا مجابهته أنتم قبلت كنت تتكلموا على كورونا وإذا بجميع الإجراءات الصحية حتى الصحية التي توصل إليها العلماء المختصون إنما تعيد الأمة إلى كل ما شرعه الدين في مسألة الطهارة والوضوع والصلاة في كل مراحل تطور هذا الفيروس كلها لو أن الأمة التزمت بشرع الله ما وصلت إلى هذا هذا غيف هذا سنريهم آياتنا في لفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم يعني في المستقبل في المضارع يدل على أن إعجاز هذا القرآن هو إعجاز مستمر إلى يوم القيامة لتبقى معجزة التحدي قائمة إلى يوم القيامة هذا الدين الخاتم هذا النبي الخاتم إحنا الأمة الخاتمة نحن أخوان رسول الله نظل على هذا الدين نرفع أصواتنا حتى نلقى الله تعالى موقرين بأن هذا الدين هو الذي سينتصر هذا لا شك قال أحدهم نسجنه قال تسجنه ألا ترى محبة أصحابه ليهجمون على السجن ولا يخرجنه رغما عننا ولفترقت بن هاشم وقريش على مؤيد ومعارض وليس من مصلحتنا أن تقتتل أن تقتتل قريش فيما بينه ماذا نفعل قال نقتله قال إذا قتلناه أتظنون أننا سنرتاح أتظنون أن بني هاشم سيتركونكم تقتلون محمدا ستسيل الدماء مغزارا قالوا قل لنا قل لنا أنت يا سرقة قال لا أسمع فتكلم أبو جهل فرعون الأمة قال أرى أن تنتخب من كل قبيلة شابا قويا جلدا تسلموه سيفا حادا فتأتون إلى بيته فيهجمون على النبي هجمة رجل واحد الحلف اللي كي حرب الإسلام من بك الغلل هو حلف واحد قد يختلف الهندوس مع الصليبي لكن إذا كان العدو الإسلام كلهم يأتلفون ويتوحدون ضد الإسلام قال فنضربه ضربة رجل واحد الله الله فيتفرق دمه في القبائل علاش حتى لا تستطيع قريشا تقاتلنا جميعا فتقبل بقبول الدية فيه ونرتاحه من محمد قال الشيطان سراقة الصبت هذا هو الرعي ما شيف اللي قتلت لغيب وحدك اللي قتلت لغيب وحدك نغامر بقتال داخلي لكن كل القبائل تشارك وتضربه ضربة رجل وهذا هو منهاج مقاتلة أعداء الله للأمة الحرف الذي هجم على العراق وحرف دولي إما معي وإما ضدي يعني منهاج الشيطان في محاربة الأمة في صورة سراقة هي التي تتبع إلى الآن نعم تتغير الأشخاص في مصرح الأحداث لكن الطريقة واحدة والأسلوب واحد وقتل الدعاة إلى الله وحبس العلماء هو هو يبقى دائما حتى لا تبقى للأمة لسان يتكلم بآلامها وعمالها فالعلماء مسجونون العلماء مسجونون حتى تخلص كلمة الحق وتخلو الساحة للانتهازين والمنافقين حتى ولو حملوا على رؤوسهم عمائمة تشير إلى الدين أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم لسان يجادل بالقرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى ضر واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أية صورة هاته للعالم الذي أكرمه الله بالعلم وبدل أن يرفع بالعلم كما يريد الله ينزل لكي ينزل إلى الأرض ويكون هدفه الأرض والطراب والدنيا والشهوات فمثله كمثل الكلب الذي يظل يلهث وراء الشهوات بيس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا على مستوى الفرد إذا سرت الأمة على ذلك مثلوا الذين حملوا التوراة هذه الجماعة كمثل الحمار يحمل أسفار حملوا أمنة فهم الدين والعمل به والدعوة إليه فإذا بهم يعرضون عنه ويشكوهم رسول الله أنهم والعياذ بالله هجروا القرآن فهو كالحمار الحمار يحمل الأسفار الكتب العظيمة الكبيرة متى كان الحمار وهو يحمل أثقال كتب يعرف ما في باطنها هذه مصيبة قال لقد أصبت الرأي سننفذ وكانت الأمة إذا أرادت أن تحترم لا يبكي لا يواجه إذا أراد الإنسان أن يحترم بين الناس هاش خص يكون دير هاش خص يكون زيل أن يجمع بين الكلمة زيل ما التطبيق إذا قال فعل وكذلك إذا أرادت أن تحترم قبيلة أو أمة إذا قالت فعلت أما إذا تقول ولم تفعل بحاجة من السلمين فيها اللقيتة يقولون ما لا يفعلون المصيبة فانتقلوا بعد هذه الخطة إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا كما تعرفون راحوا في تلك الليلة والله سبحانه عز وجل كان له حكمة إن شاء الله تبارك وتعالى فيما وقع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الله عليهم النوم وكان عليه الصلاة والسلام يحمل التراب ويضع على رؤوسهم حتى يوقن أن محمدا الذي يمشي بعناية الله والمؤيد من ربه والمعصوم حتى يبلغ رسالة ربه خرج من هنا وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إن نكل من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى نذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فاغشيناهم وهم لا يبصرون غشاوة على عينهم عينهم مفتحة والنبي ينظرون إليه لكن العقل الذي يفقه ووسائل الإدراك التي تنتبه غيبت ما للذي غيبها الذي يريد لهذا الإسلام أن ينتصر لو كان للإسلام أن ينتهي لنتهى عند ما قرر أهل الندوة قتل النبي وراحوا ينفذون هذا الأمر لكن لا فلما خرج سيدنا رسول الله لكي تتبدل أفهام الناس ما استقبلوهش بطلع البدر على استقبلوه بالسيوف يعرفون قيمة القائد نحن زهدنا في قاداتنا سلمنا قاداتنا فلما وصل هذه اللي نركز عليها استقبلوه بالسيوف فكان عبد الله بن وسلم هذا كان يهودي من حباري اليهود اسمعت هذا سيدي؟ قالوا جاء محمد قال مش نشوف هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيته لأول مرة علمت أن وجه هذا الرجل ليس بوجه كذاب هذا مش الوجهة جل لك هذا يشع النور ويصطع من جبينه لا يمكن للوجه المستنير أن يكذب أبداً ولا أن ينافق النفاق له لون في الوجه مظلم مظلم الكذب يرتسم سواداً على الوجه قال ابن العباس حبر الأمة الحسنة نور في القلب ضياء في الوجه ضياء في الوجه قوة في البدن سعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق والمعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغضاء في قلوب الخلق الله أكبر الله أكبر فلما رأاه عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود قال هذا ليس بوجه كذاب قال فسمعت أول كلمة نطق بها في المدينة لا يشبه كلام الناس قط قال أيها الناس هذا الكلام اللي قلتها في المدينة أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام سمعوا طعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام أول كلام قالوا في المدينة اشتلك كلام كده يا الوناس هذا رواه ابن سلام فأسلم عبد الله بن سلام وقال يا رسول الله أنا آمنت بك وأنا من أحبار اليهود ولو أنك استدعيت اليهود إلى مجلسك هذا ثم أخفيتني وراء حجاب واسألهم عني ماذا يقولون فسيقولون عني ما يعرفون سيطرونني سيمدحونني لأنني سيدهم وحضرهم فأخرج عليهم لكي أتشهد بين يديك وهم يسمعون وسترى كيف سينقلبون فلا تثق في اليهود إنهم قوم البوت يديك للأنصار سيطروني سيطروني حظين بنيهود حتى من إن كان غادي مكاكنت يلا السنة شيء الرابعة ولا مشا للشاب من لي وصل لها عند باحير الرائب قال له شكونوا ماذا يعني كان مازال متباش فبدأ يروير قال له هذا عن دبه قال له هو ابن فولا قال له لا ما ينبغي أن يكون أبوه حي بامي قال له ما شعرتها قال له يرجع بهذا الغلام إلى مكة فلو رأته اليهود ورأت معالم النبوة فيه فليقتلوا الله عد بي حظوا القادة انتعكم دفعوا العلماء ديالكم لا تسلموا علماءكم لا تشوهوا علماءكم دافعوا عن دعاتكم سيأتي زمان ستظلم الحياة ويعيش الناس في ظلماء ونحن الآن نعيش بوادرها ففعل سيدنا رسول الله فاستدعى اليهود وأخفى عبد الله عليه وسلم فقال ما تقولون في رجل سمعته أنه من أحباركم قالوا من هو قال عبد الله عليه وسلم قالوا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا حبرنا وابن حبرنا ولا زالوا يكيلون له المدهى قال رأيتم لو طلع عليكم من هذا فخرج من وراء الحجاب قال له يا رسول الله تسمع فهذا إنهم قوم البهد احذروا حك القرآن من اللي بدأ غيره كمله وكيحذر الناس من بني إسرائيل وما صنعوا مع العلماء ومع الدعاة بل مع الله تبارك وحتعال لا إله إلا الله محمد رسول الله فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم نكمل نكمل غفصة إن شاء الله ربما إن شاء الله تعالى فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع رؤياه موضع التنفيذ في المدينة واسمع له فكان أول عمل قام به النبي بعد الهجرة قبل بناء دولة الإسلام بناء المسجد الله لا استمرار لدولة الإسلام بغير المساجد فمؤسسة المسجد قبل الدولة لأن دولة الإسلام لا يستمر فيها النفس الطربوي إلا بالمساجد فلا يمكن لي أمة تنصر دولة الإسلام إذا لم تتخرج من المساجد فشرع النبي ابن المسجد وكان يساهم هو بيديه ويحمل اللبن على ظهره حتى غبر شعره فجاء عمر ونس قال نكفيك يا رسول الله قال ما أنتم بأجلد ولا أقوى مني ولا أنتم بأحرص من الأجر مني أنا قوي مثلكم وأنا أريد الأجر فلما رأوا النبي يجتهد وينشط في البناء نشطوا أكثر إلى درجة أن سابت على لسنة كلمات تعبق الزمان بأريج عطرها يقولون اللهم لا عيش إلا عيش لخسر أن الدولة لا تستغني عن المسجد ودولة بدون أن يكون للمسجد دورها الرياد المركزي هي دولة تنفصل عن الإسلام رويدا رويدا فإذا كانت الدولة تستعمل المساجد لخدمتها وخدمة سياستها لخدمة الدين وتفرغ المساجد من دوره التربوي الدعوي التعبدي التوعوي السياسي الاقتصادي ثقافي اعلم أن هناك شرظمة تتحقق في الأمة تكون آثارها المدمرة أول ما تكون على من على دولة الإسلام دولة الإسلام ما معنى نوغش الجوامة إن شاء الله تبارك وتعالى كي تبنى قبل من المسجد ما معنى الفكرة اللي أولى واسمها واسمها هي أن الدولة الإسلام لا تكون كذلك إلا بوجود المساجد ثانيا دولة الإسلام لا تستمر إلا باستمرار الدور الحقيقي للمسجد لا الدورة المزورة فإذا زور دور المسجد زورت الدولة بأكملها ثالثا ما معنى المسجد شرعب على الدولة أن العبادة في الإسلام لا تنفك عن السياسة العبادة العبادة من تقول إياك أنا عبود وياك ما معنى ذلك ما معنى أركت نحازل جهة ومن تقول هدينا الصراط المستقيم صراط الذين عم تعليم غير المغضوب عليهم واسمها أرا عندك موقف أس أنا أسألك أن تهديني إلى طريق المنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء وبعد على الطريق التعلم المغضوب يعلم الذين علموا الحق ولم يعملوا به والضالين الذين جهلوا الحق حتى وهم يريدونه فضلوا أنت موقف سياسة صلى سياسة لأنها تضع نفسك مع من تنحاز إلى المنعم عليهم والمنعم عليهم هو الموكب الكريم من آدم إلى آخر رجل صادق يعمل لدين الله تتعدى هذه الأخوة أبعاد الزمان والمكان أخوت أنا كان حسب إلا المثنى بنوحارث أخوية وأحمد ياسين أخوية وآدم أبي وإدريس أبي والحسين الذي استشهد في كربلاء أبي وأخي هذا الزمر الكريمة غداملين إن شاء الله نكونوا في الجنة أنا مشي عند الحسن وإنجلس قدامه وإنشاء الله تبارك وتعالى عند سيدنا إدريس وإنجلس قدامه وتبشي أحذاء أبو بكل صدق وتكليس قدامه أخوتي هذه أخوتي لن أبغي بديلا عن طريقهم أبدا ولو ولو تفتت أعضاء الإنسان في الله هذا طريقك هذا طريقك إياك أن تخدع إياك أن تزل قدمك والمسجد هو الذي يؤدي هذا الدول فلماذا تظل المساجد مغلقة لماذا لماذا تجد هذا كلام دائمي أن الأنفاس تكاد تختلط في كل مكان من شدة اقتراب الناس وازدحامهم في الشواطئ والمقايا إلا المساجد تظل المساجد مغلقة إلى الآن أكثر من ثلاثين جمعة لم تحدث في تاريخ الدنيا أبدا هذا أمر يحتاج يعني يعني نورونا إحنا بغينا اللي فهمنا أنا الآن استشعر في داخلي أنه ثمت شيء غير مفهوم وغير واضح الله يرحم الكوة لنورونا والله إننا نحتاج لأن بعض الناس يحرجونا يقولنا ما لكنت بالعجاء أهو بدي ماشي أنا اللي نبالعال وابش يا أنا راني ماشي أنا اللي نبالعال أنا راني ما عندي حتاش ما عندي حتاش مسؤولي على الجوامع واش تقصيوني أنا تردوني واش نقرأيلي أنا حسنا ما يعرفش ما يجاوب جاوبونا حتى نجيب الناس حتى يطمئننا الناس لا تتركوا الريبة تدخلوا إلى خلوب الناس فتفسيدهم لا تتركوا ذالي هذا أولا هو المسجد أما المسألة الثانية بعد الهجارة هو أسم الله أسم الله هي مسألة اجتماعية هي مسألة الإخاء والتآخي في الله هذه فرضية مباشرة مشال التآخي هنا ينفس التربع وهنا واسمه المجتمع المتكاتف المتساند أوه ربي قالت أخو أخويني أخوين فكانت الأخوة التي عقدها النبي بين الصحب الكرام من أهل المدينة وأهل مكة الذين تركوا المال وذهبوا هناك لا زراعة لهم ولا تجارة ولا مال ولا أهل قالت أخو أخويني أخوين وكانوا يرون أن هذه الأخوة تفرض عليهم أن يقسموا معهم كل شيء خرج من دروة تهداره خرب عشو باش يجمع عش نخر هذا الذي فعل الأنصار الإثار لم تحدث إلا مع هؤلاء الذين رباهم رسول الله سمعوا وقرأوا القرآن بش عارفوا بإلا المجتمع ديال سيد النبي ما فيش ثغرة ينفذوا من هالعادة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم تبوأوا سكانوا سكنوا الدار وسكنوا الإيمان حتى الإيمان ولا سكان يعني مغطيهم الإيمان مغطيهم الإيمان مرس غلى الرجلين شهد لهم الله تبارك وتعالى بأنهم مغطين بالإيمان كل واحد هو اسمه لبس هم لبسين الإيمان يحبون من هاجر إليه شهدوا دي الصفة الليولة الصفة الليولة زوية مش ليعطي عشتين لنا فيقول غير يمشي نعطي عشتين لفنان دي الفنس نعطي عشتين لفنان عشتين لفن يمشي عطيه لو عطلو غير يمشي لا يحبون أراك تحبوه وتعطي له قوقا وهذا الشي اللي عندك هذا هو الذي يريده الله لا يريده أجسادا تركع ولكن قلوبا تخشى تحبوا لأخيه ما تحبوا لنفسهم فهم يحبون من هاجر إليهم يقولوا أنا كثرتوا علينا جيتوا بزاف ويستخدموا البلاد درتوا كذا لا أقول دي أنا ماشي خاطرهم أنا ماشي خاطر لا يحبون من هاجروا ولا يجدون في صديرهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشوا حنفسي فأولا كهم من فلا مدعهم مدحهم الله مدحا لم يمدح أحدا مثلهم الله أكبر هكذا ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يكون ما نبغيوش وما نحلموش غادي يقول لي وبحال الأنصار مع المواجهة لكن على كل حال واش الله يرحملك الوالدين من أنت بشوف أنت يتخرج مننا وتصب السيد يأكل في الأزبال أقسم بالله الآن هذه الظاهرة أكثر تفوشتك والله لك نشوف السيد يقسم بالله يمشي للزبل ونقول هربوش خلينا نتقن واش نشان والله يدينها قوي يأكل وقسم بالله فهذا الجائحة واش ولكي اللي عندهم ملايير اديهم معاك خسنهم داما 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 اديهم معاك رسول الله تقول لها عائشة دخلت علي امرأة معها بنتان شو شو بنتان فسألتني شيئا فبحثت فلم أجد إلا ثلاثة مرات فعطيت الوالدة تمره وتمر لكل جارية وأما الجاريتان الجائعتان فازدندتهم على عجل فالتفتت الأم وهي على وشك أن تفصمها نصفين لتأكل حظها فوجدت أن الجاريتين قد أكلتا تمرتهما وهما تشرى إبان إلى تمرت الأم فاستعصى عليها أن تأكل الطمرة وبنتاها تسمران عيناها في الطمرة دليل على أنهما لازلت محتاجين فشقتها نصفين فأعطت النصف لهذه والنصف لهذه فدمعت عين عائشة فكان أول ما خاطبت به النبي حينما دخل قصة هذه قالت فلانا فعلت كيتا وكيتا وكيتا قال يا عائش إن الله رحمها لرحمتها بنتها بنتيا رحمها ودخلها الله للجميع اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة والإسلام أنت هذا الإسلام ما يسلق والو والو يعني أنت هذه الإسلام والو لا كلمة لا أمر بالمعروف لا شي خير لا تخلي شي عمل لا شي صدقة جارية لا نفعل المسلمين انت صافي راح يشغل راسك راح يشغل راسك يو كيو زمرك مروح لدارك ها وجدوا فين تروح السيه محمد فكان لابد من تأسيس المجتمع سمعت مجتمع المتماسك لا يتماسك إلا بالتكافل تساند التعاون وهم الثالثة هي مسألة سياسية اللولة مسألة دينية تعبد يا الجامع مسألة الثانية اجتماعية مسألة الثالثة سياسية فكتب دستور المدينة كتب سمع الوثيقة التي تنظم علاقة الدولة مع رعاياها وعلاقة المسلمين فيما بينهم وعلاقة المسلمين مع السكان تعليهود بني قريضة وبني قينو قاع وبني النظير وأما الرابع العجب الرابع العجب واسمه يقع واسمه الحجر الرابع اللي دارها المسلاس يقولوا لي هالجامع هالمؤاخات هالدستور يقولوا لها الحجر الرابع وهي التي أغضبت اليهود كثيرا لم تغضبهم قضية المسجد فلكل صاحب دين معبد كما قالوا ذلك الأخوان قالوا قد لا تجد في مدن العالم مخبزة ولا تجد مدرسة لكن لا يمكن أن تخلو مجمع سكاني في أي أرض من المعبد لأن العباد فطرة والدين فطرة قد لا تجد في مدن العبد هذا ما استغربوهاش لهود التكافل شوية الدستور شوية لكن الحاجة التي أغضبت الموسمية أنه كانوا يسيطرون على السوق الاقتصاد كان نمسوق بني قينقاع يبيعون ويشريو ويستغلوا الأنصار المهاجرين وبالمال يشريو الذمام زيد وينفخون في النعرات ليشعروا الحرب بينهم لتظل كلمة أمي العولية فالرق تسد بالفلوس شري هذا شري هذا أعطي له هذا كيف رأم الآن شري هذه دير مع هذه التطبيع دير مع هذه كيف هكذا يديروا فقال المهاجرين لا لابد من سوق إسلامي تسود فيه المعاملات الإسلامية المالية والاقتصادية لكي تتحرل الأمة من قبضة هؤلاء وبنى السوق وصار المسلمون لهم اقتصاد مستقل بمعاملاته وبذلك سحب البساط من قبل اليهود فإذا باليهود غضبوا واقسموا أن يعادوا محمدا إلى أبد الضار فلوس الاقتصاد تجارة تجارة إسلامية المسلمين يخصي يكونوا تجار ولكن تجار ديال العلال يكون عندهم الفلوس ولكن في يديهم ينصروا به الدين لحد الآن أحبابي ما عندهمش أهل السنة قناة وحدة في العالم تتكلموا عنهم ما كيناش لحد الآن ما كيناش وممنوع خط أحمر في العالم أن تكون لهم قناة ولا إذاعة ولا صحيفة كانت عندهم مجلة وحدة دارها القرضاوي الله يحفظه كيف يسميوها الأمة مجلة الأمة شحال يقول ست شحال شحال ست سنين وجاء القرار لتشطيبها نتشطيبها قالوا له وعلاش قال لهم لأن هذا خط أحمر إذا وجدت مجلة تتكلم بلسان المسلمين وتوعيهم هذا خط أحمر جاء القرار من الأعلى وإذا بوزارة الأوقاف في تلك البلاد تصدروا وفهمهم قالوا مجدها علاش ماشي خطر ماشي خطر إيه يا سيدي وها لذلك السوق وحال حاجة كبيرة التجارة حاجة كبيرة لكل مرة حمز كلينا على التجارة نحن كملنا بهاليوم وإذلك إن شاء الله تبارك وتعالى على كل حال الأمة لكي تستقل عليها إن شاء الله أن تجتهد في أن تتمكن من أسباب التنمية وأن لا تكون عالة على الآخرين تمدوا اليد واش تربي دارك شهداء على الناس وتبلغهم الدين وتتقول معطيني ما نكل كيف سينظرنا إليك هما يحيلونك هما يعطيك ما تأكل وإذلك يحريصون على لا تتقدم الأمة الإسلامية أبدا إلا عنده شيء ناس مزيانين تديرهم وتخلهم غير ببودة وبقى شعبهم وبقوا يقول شو المسلمين من تخل فيه في حين أن اللي رأهم في العالم في كل مراكز الدراسات العلمية كلهم مستلمين وكلهم ناخد باش يقولوا باش يقولوا بلي المسلمين متخلفين ولكن هم ما بغوا هاد التخلف يبقى فينا علاش لأنهم هذي كانت سياسة ضبط الدول الإسلامية حتى لا تتحرك باش تبقى دايما صورة عن الأوروبيين وانتع غير المسلمين الناس صورة عن المتخلفين ولي دايما معالع للناس وكذا باش عمرهم ما يفكروا يدخلوا للدين هذه أربع إن شاء الله تعالى مما نفذ به النبي خطة بناء الإسلام دولة الإسلام لولا الجامعة يقوم بالدور دياله إلا الجامعة بقش الدور دي بحل تعنا حتى من يكن محلول يجي الخاطب مجهنه ما تتكلمش ذيك ما تتكلمش ذيك ما تتكلمش ذيك ولا تكلمت فلا بره بره عارشه إلا شفوا يجتمعوني بره بره عارشه كده نتتعين كده نتتعين تكافل الزكاة مالكاش زين ما تديرش الخير تشفيف منابع الإرهاب ما تعوش المجهدين ما تعوش كده ما تعوش اليتامة ما تعوش العراء خليه ما بهم يموتوا هاوا ما شكو غادي بغا المستلمين القضية تعالى الدستور تعالى السياسة كل شي غير مصلاحته يقدم غير كده ما عندي شي عافية والقضية تعالى التجارة وذك شي ديالهم انت خدم والسلام انت غير يخدم بحل العبد وبشي سلام ما خسك تكون انت تمتلكوا الثروة الثروة سمومية يمتلكونها لا ينبغي ان تمتلك الثروة الشعب في سكون بعيدها ولذلك دائما كان القانون احنا عندنا في بلدنا بالفرنسيس الادارة بالفرنسيس زيد 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 والاقتصاد بالفرنسيس والبانكة بالفرنسيس زيد تكملونا هلا المرة اسمه تعليم بالفرنسيس فضاوا معنا وصل الله على حبيبنا محمد